تشحت مشاعر دي يعني توصيف دقيقة هو ده اللي أنا بقوله لبناتي لو أنا مدت كيش اللي أنت محتاجاه من مشاعر وأحسيس هتطلعت شحتيه بره على فكرة الشحاتة اللايك اللي إحنا بدينا بقى مستنيينه والفيسبوك السورة والتعليق صدقيني لو حد شبعان من الحت مش هيبص أنا بويها أنا بويها مليني ليه؟ لأن الجينات بتبتدي تتغير في سن المراهقة فبتنتي بتبقي محتاجة عنصر الرجولة في حياتك كأنسة كبنت تكوينك هو تكويننا كده زي الولد نفس الكلام فالبنت بتحتاج العنصر الزاكري بقى إيه؟ يديها حب يديها إيه الجمال ده إيه الحلاوة دي إيه الأمر دي لكن النهار ده اللي بيحصل بيتشاور عليك إيه القرف ده انت عامل ليه كده؟ منظرك عامل ليه كده؟ فبتبع عايزة إيه بقى؟ وجرحة جدا تبع عايزة تسمع إيه؟ بس تسمع حاجة كويسة تسمعها مين؟ هنا البداية أو إنه مش فاضلة حتى يقولها لا حلو ولا وحش يعني هنا الخطر هنا نقوس الخطر نقوس الخطر إن بنتك تخاف تتكلم معك نقوس الخطر إن بنتك ما تحبش تتكلم معك نقوس الخطر إن انت تبقى إيتي أم فقط لا غير بيتاخد فلوس منك بس خب بالك إن في نقوس خطر خب بالك إن في حاجات هتحصل أنت مش هتبقى على علم بيها خب بالك أوعى تفتكر إن انت فهم كل حاجة وشايف كل حاجة أبدا اللي عايز يعمل حاجة في الزمن اللي إحنا فيه ده هيعملها في حيات طب بالكلام عالزمن إن الولاد دلوقتي السن المراقب يبتدي بدري والمشاعر بتتحرك معها طبعا برضو السوشال ميديا واللي بيحصل البنت بتبقى عايزة تبقى لفتها للنظر عايزة تحس إنها أمورة وجميلة وما بقتش الطفلة الصغيرة دي ممكن حد يعجب بيها وهكذا فكرة إنك تصادق البنت مع الحفاظ على خط الاحترام وإن ده بابة طبعا يعني وكل حاجة بس إنك تصادقها إنها تقدر تكلمك عن مشاعرها وحضرتك تحترم مشاعرها إنها عندها 14 أو 15 سنة مش بتكلمك عن حب هيدوم العمر كله بس الشيء أنا وقعي عندي بنات فواقعي ودايما دايما دايما يعني بقول كلمة كده إيه اللي هقوله باختبر فيه يعني يعني إحنا اللي بنقوله بنختبر فيه على عرض الواقع فيعني بعيد بها عن إيه بصعيب وما ينفعش الواقع إيه النهاردة الواقع إن في بنت أنت دخلتها مدرسة مع ولد واحدة أو اكتمع في ولاد أو في الحياة عشان عايزين نرتقي صح؟ عايزين نخلي عيالنا ارتقى بتدخلها أحسن مدارس وبدخلها في النوادي ففي احتكاك دورك هنا دورك هنا أرجوك يعني خليك سمارت خليك زكي بدل ما تقولها لأ وما ينفعش صاحبها عشان لما يحصل حاجة تيجي تقولك حم؟ أو شكرا